كيف تستعيد شغفك بعد فترة او من الكسر كلنا بنعدي بها ويات بنحس فيها الكسر وفقدان شغف ممكن نحس ان احنا مش قادرين نرجع زي اولا لو انت في نفس الحالة دي الفيديو داهي فينك هنتكلم عن خطوات عملية عشان تقدر تسترجع شغفك يلا نبدأ رقم واحد فيه من السبب الرئيسي ورق الكسر اول حاجة محتاج تعملها هي تحديد السبب الاساسي اللي خلي الكسر سيطر عليك هنا بنستند عن نظرية هارم مصلو اللي احتاجين واللي بتقول اننا محتاجين نوصل لحاجات معينة علشان نحقق ذاتنا ونحس المساعدة مثل عملي لو انت مطلوب في الشغل ممكن يكون ده خلاك تتجاهل حاجات اساسية زي الراحة او العلاقات الاجتماعية الحال هو انك ترجع توازن حياتك خد فترة راحة وابدأ تنظم يومك بحيث ان انت تقدي نفسك مساحة للراحة رقم اثنين التدريج هو السر كتير مننا فكر ان الرجوع للشغل محتاج خفزة كبيرة لكن الحقيقة التدريج هو المفتاح هنا بنستند عن نظرية كايزين اليابانية اللي بتقول ان تحسين التدريج الصغير بدي نتائج كبيرة على المدى الطويل مثل عملي لو كان شقفك الكتابة مش لازم تكتب كتاب كامل في يوم واحدة ابدأ بكتابة نصف صلحة في اليوم وفي خلال اسابيع هتلاقي نفسك بتكتب اكتر من اللي كنت متوقع هذا يحفزك وتبقى متحمس تكمل رقم 3 التركيز على انجزات الصغيرة نظرية positive reinforcement او التعزيز اليجائي واللي بتقول ان الاحتفال بالانجازات البسيطة بيعزز من رغبطك في الاستمرار كل انجاز صغير يخلي دماغك تربطه باليجابية مثال عملي لو كنت بتحاول تتعلم لغة بديدة كل ما تحفظ عشر كلمات جديدة كافئ نفسك بحاجة بتحداها زي مشارك فيلم او اكل وابة مخطمة ده هيزود عندك الرغبة في مواصلة التعلم رقم 4 التفكير في الاهداف طويلة المدى التخطيط الطويل المدى باعتمد على نظرية smart goals واللي بتركز على ان الاهداف تكون محددة بمعنى انها تكون قابلة للقياس ووقعية ومحددة بزمن مثال عاملية لو كان هدفك هو تحسين ليخطك البدعين بلما تقول عايزة بقى في فرما احسن حدد هداف اوضح زي اخس 5 كيلو خلال 3 شهور بعد كده اقسم الهدف الكبير ده على خطوات اصغر زي ممارسة رياضة 3 مرات في الاسبوع او تقليل السكريات في نظام الهدف رقم خمسة وهو كسر الروتين بالمرونة الروتين ممكن يقتل الابداء عشان كده نظرية كجناليف فلاكسي داري او المرونة الادراكية بتقول ان قدرتنا على تغيير عادتنا واسلوب تفكيرنا بيساهم في تنشيط ازهنة وخلق شغف جديد مثال عاملية لو كنت تشتغل كل يوم في نفس المكان جربت تشتغل في مكان مختلف ده يحسن مزاجك وهيغير من احساسك بالروتين حتى لو التغيير ده بسيط زي انك تحرك المكتب بتاعك او تزرع نبات جديد في البيت رقم ستة دور عن الهام من مصادر جديدة احيانا بيحتاج نغذي بتاعنا بمصادر خارجية والمصادرية ده مبنية على المفهوم inspiration theory واللي بتقول ان الالهام من الاخرين او من تجارب جديدة ممكن يحفزك تبدأ من جديد مثال عاملية لو شغفك هو الرسم بتفرج على فيديوهات لفنانين بيجروا اصير جديدة اروح معرض فيك التجربة الجديدة ده ممكن تفتح لك ابوب جديدة في خيالك وترجع لك شغفك رقم سبعة هو تغيير نظرتك للعوارق نظرية grass mindset عقلية النمو بتقول ان الناس اللي عندهم عقلية النمو بيشوفوا التحديات كفرص للتعليم بدل ان تكون عوارق التحديات ده ممكن تكون نقطة البداية للشغف من جديد مثال عاملية لو فشلت تفتح ايه هدف معي اسأل نفسك ايه اللي ممكن اتعلمه منك ممكن تكون ده الفرصة اللي يتخليك تحسن من نفسك اكتر خليك فاكر دايما ان استعادة الشغف مش حاجة بتحصل فيه ملينا التدريج بالتفكير اللي جاء بيكسر روتين هيساعدوك ترجع لحالتك بالطبعين شكرا لكم عن متابعة لو الفيديو عجبكم شركوه مع اصحاب وتنسوش تعملوا اشتراك للقناة وادفعوا بالجرس اشتركوا فيديو عطا صحيح